اشتركوا في القناة 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 وده مش كلام او انا مش بقول لحضرتك ان ما فيش صفقات لاقي في صفقات والمجلس شغال على هذا الملف بالتعاون او بالمشاركة مع جزاية جوميز عشان الناس تلبي احتياجاته اروح لي جزء اخر هم وهو كلام الدكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك القيمة الثقافية والرياضية والإدارية المحترمة اتكلم بصراحة شديدة جدا ثلاثة يا جماعة صورة سيف الجزيري اتكلم دكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بوضوح شديد عن كل الملفات في نادي الزمالك رد على كل المشككين بالأدلة والبراهين دكتور حسام المندوه أكد في تصريحاته المهمة أني نادي الزمالك سدد تسعمية مليون جنيه والله العظيم الرقم أنا يعني حضرتك بتتكلم في رقم ما يقرب من مليار جنيه تخيل معايا لمدة دقيقة واحدة التسعمية مليون دول تصرفوا في صفقات التسعمية مليون دول كانوا تصرفوا في إنشاءات التسعمية مليون دول كانوا تصرفوا في أي حاجة في نادي الزمالك أي حاجة تسعمية مليون جنيه الرقم ده تصرف عشان نادي الزمالك يبتدي من الصفر عشان نادي الزمالك يعرف يبني فريق عشان نادي الزمالك يفك كل الديون ويقاف القيد والمشاكل اللي علي مستلم المجلس النادي الخزنة فيها متين ألف أو الله زي ما بقولك مجلس الإدارة مستلم خزنة نادي الزمالك فيها متين ألف سدد تسعمية ألف ومع ذلك فيه لسه بعض الناس بتهاجم مجلس الإدارة فيه بعض الناس بتعمل حملات على النادي وعلى مجلس الإدارة ترجمة نانسي قنقر